مرحبا بمشاهدينا الكرام على قناة الشعب قانا تشوف تيفي في هذا البتء المباشر مباشرة معكم قصة جيدة حزينة يعني قصة تدمي القلب حقيقة تنظرنا قلبنا في اسمعنا القصة هذه أخوها كان حلاق كان حلاق وكان يعني إنسان طيب وكان نقي كنت تشوفوا هذه الصورة تلك كان كان إنسان نقي وعنده جدي بلومات كي قالت وكان يعني في حالة صحة جيدة كان موعدهم ومعيش أخوشوا في أحلام جميلة أنه سوف يخدام وإنسان الفلوس وسوف يسهل عليهم وحيدهم من واقع الفقر لكن دائما الصحبة السيئة تدين المصائب وفعلا لحد قولها أن أصحابهم أصحابهم دلوا له أحد المشكل الخطير وحماق هو عدد من أصدقائهم قصة جيدة مؤتي للمشاهدين الكرام قومها عرفين براسك أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سنة اختياتين لمريد عقلي المشاهدين العقل دياله بسبب سحر المشكل ديالنا وأنه مرض دمعتناش من جنهر الولجا عادي الثاني بدك يشتفع لحويجو الثالث هو صافي الدري مبقاش عنده العقل مفهمناش ديالنا نساوله أحد نارضه نارضي سبيطار عجله عجله شوي شوان لك بقى 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 موضوعهم ودرنا لي غسيل تدم من يفاق شي نارضي قلقني مني جاكتش قليل نرى تعطى ليه اتشي في واحد الساعتين تابع وتانى ماني ما عنده شرائل الدواو معنى ش间ة بش نقوم به في السبيطارات وذلك شي وقصو ينعس ووهذا سوف يرجع لحاله و أصدقائه و أصدقائه 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 لقد كنت أخفى من أطلقائها أن يكون هناك عمل و أصدقائه أكثر لحقيا لأنه أنقضاتهم و كانت معي بأكثر أعطيتهم السلام في شبابه و أصدقائه قليلا لين تشعر بالأنه تبعثه سوف ي перемرةk sop. و أخويك أبقى هذا النيد لأنني لم أعرف أننا هنا سنوات لم أعرف أن نمشي أو ما نعطي أو ما نعطي والولدك تهي المشكلة لدينا هو أنني مرض لأخي وأنا كنت أتكلم عن كيف نعنجه لا يوجد أيضا سبطر الرازي يريدون الفلوس وأنا لا يوجد أنا حالة ضاعفة و لا يوجد سكنا ولا يوجد السمكة أنا مرض لدي أطفادة السمكة لدي أطفادة أطفادة من الأفضل أخوك أطفادتها أطفادتها و هو المشكلة أطفادتها نفس الدرارة لأن تأتي التصوير الأطفاد من الأفضل وقال لي بصالب وقال لي لماذا أعطيت عني اسمه؟ أعطيت عني ولد قال لي ولد عندما أعطيت عني اسمه حكومة لم تتعلم اسمه وقال لي أن يدوز وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي عندي يكفي وقال لي وقال لي اختي وقال لي وقال لي سهلا وقال لي وسائل وقال لي سيزينا كيف كان يعمل في الحلاقة؟ كان معروفا لسوية الحومة؟ كان عنده قبول الناس كلها تعرفوا كان يعمل في الناس كلها تعرفوا أريد أن أعرف هذا السيد الذي أعطاه قلبه يفقد هذا السيد الذي كان يعقله مسكنه وحمقه أريد أن أعطيته نفسه بحلقه ماذا يعني؟ حرام لي وكوكا جاءت فيه هواية أريد أن أعرف ماذا يعني كالخوية يجي عندي يقول يختي ويعتذر لي يقول يختي نارا نارا مقدام يقول أخي كيف أن تكون بطاعة حدثت لا، يجب أن تكون بطاعة في الناس كانت أمت بطاعة لك من كان يتداري يوم ما وقلت أخطى هذا επιطار ولكن لم أقوم بطاعة أسماع كأن حديثت وعلني أمت بطاعة أسماع وكانت أسابع ذو كنت أخي كنت أريد أن أعرف مالذي كنت أبعار لك أتناع كنت أصحب وتشغلها وبطاعة أصر نستابع ... نسابعي ... ليس المشترك ... كانت جدت السفارة التي قلت أنني أخيك اخيك و أنكستخذه عيني أفكره لأنني لقد أتكلمها ولكنني يمكنني أن أتدارها سأتدار لكم كما تكون قاعدة نتيجة سيرا و أترككم أترى من ألفين وتسعود أخوكم لم أترى أن أشعركم لأنه مشاهدة كرام أكيد لكم تتسألوا لماذا نتصوره لأننا دخلنا رأينا وضعيها مزرية كنا نريد أن نصوره ولكن رئيسه كان ضعيف لكي نديره المباشر وكان وعدكم أنه لأنه صغير في حيات الشعبية لا يمكننا أن نطلق البت المباشر وأنه ستقطع وأن الرسالة للسيدة تقطع البت المباشر فأترى أن نخرج الزنقاء ونصوره معها ولكن أكيد سنعود لكم مشاهدين سنعود للمشاهدة ونصوره ووضعية كارجية إذا لم يحزموا لا يحزموا إذا لم يحزموا والمعنى لأنه سنقرب ونصوره لأنه سنقرب ونصوره 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 ويضرني بي أنا صبا قال لي عشكت صبني أنا كان حط الحويج كان صبا ويلح فيه بالاخر مني هزدك الجاجة اختي هزدك الجاجة وجيب لي قال لي الله تنبقي وتدرك شيئا أنا أختيك سانة ما أختيك سانة أو لا در الخائبة لي ما تصور هو كان كيء حال هذي فشكا مصحته كان يخسر معكم كان عانف مع الناس وكان يدفع على ابنة الناس وكل شيء لا بغيت شيء حاجة بأي وحدة كانت غادة ومحتاجة وبغيت تركيب الطبس ومعنده شجاء طلبة ويعطيها أي وحدة واقف عليها شيء واحد وبغيت بسلع عليها ولا بغيت يجرى بزس كيدود يعطيها سلخة صحيح تبارك الله كان را كانت عدو واحد الصحة ويدفع ذلك الشيء اللي شاف تديك البنت وقيله وبغيت تجرط ليه قلت لك أنا بغيت وحكم انه جميل بزاف وعجبني وكان راه القوام دياله اللي اشتغل وقفة دياله وردتشها غيرتشوفها أنا اللي اخته أبقى غرفة يا فيه يعني كان بسكتوك وكان واحد صحيحة واحد وكان بقى نقول لي عافك ما تفقش تيق ما تنشيش مع هذا ما تقول له لا تصير حيد من ذلك الحي ما تخدموش فيه سبحان الله بحالك انت حاسه وكان يصير حيث ولكن هو ما تسمعش بودل يقول لي كانت معندي النس اللي كيجو حسنو عندي هنا كيناعت وكانت حرايفة كان نس يجو شليت ممس أنانا حرايفة وكيجو عندو الناس وعندوه جوجد ديبلومات واحد رادرناف واحد اللجنة مع لا تقول لي اسمتهم اه الاسم ديال السيد واحد عودتاني درتوا لي هاناية كنت قلت سمعة دار جدي وقل يديك شي باش قلت سي معايا اللي غنعطيه اليك في الشر ديك ستاشر مية ولاده كنعطيه الي هو يكي يمشي تعلم بها غير ينقود راسه بسير الله يلابقى فييه لتوبته هو غي يضيع لوم ما يمشي نقود راسه وخاقاري ما كيناش الخدمة مني بنتش ديال الحلقة ديالجون دار مقلت لي واسير دفع الله يسميته لانه امور وخاك نظر للدرسة لديه التامنة حيث الحكومة الذكية لديهم من حلاقة يزال يريدوني أهو ديبلوم أهو السيد كان سلام القرأت وغلص لأنه كان لديه طمح في الحياة تحوال بكي كان هناك شخص من دفع اضاف اعضاء اضافة 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 في الورقة لقد قلت لديها قال لي انها هذه سوف نعرها لنسيقك على الجنطار شكرا لها انا كسا نقول لهم لم تفع الجنطار لن يقفلوا الحلاقة و سنين لا كنت نطنع فيه من لي ولا حلاق و لم نمشى و لم يمشى لقد سمع نظراتي في الاخر ونحن دفع لأولادهم محسن لا بدون أطلق وراءت المسكين ؟ كانت أطعاف وغير أنا ندري غيرها كي يدري هنا أنا كان بالكفاية أخي أنت تتربطوا لي يديه ورجليه أعم كيف تتربطوا لي يديه ورجليه؟ هذا النخرة يجعر لكي أعطي لأحد سيد مسكين راقي بغي يرقي ولكن المشكلة هو السيد خاي تفاعل وقع له مع ذلك لا لا نحن نحبسه هنا لكي وضحيني للمشاهدين أعطي لكم أحد راقي قلت لي وعطي لكم في الهاتف قلت لهم وقلت لهم وبدأ أخوك يسمع لك الهاتف يقول لي ماذا يعزم علي والله أعلم ما هو أخوك ذلك الساعة؟ لا أعطي أضرب بالرجم أضرب بالكيسان أتشير عليها بذلك إذا لم أكن أتشيرت لكيسان أضرب لي بتليفوني أتعصب علي يقول لي وضعك أتشير عليك اضرب لي أو أخوك تشير عليك ذلك الراقي بالتليفون سيبدأ يسمي أما الشيح ويج اللي توقعوه أنه الغسيل الغسيل وقتقتعله الدفار ما تبريش ما كينش الغسيل نشيح مش لي غسليه وارد خلنا القيناة نقي أنا ليش هنغسليه بزز بالعساء الضرب باش نغسلي والله لاصتي لي وضير لي ليكوش باش ميوسخش لي الحالة وما عنديش باش نشري ليكوش رغيك نطلبوني ونطلب عباد الله باش يعانوني على قوية هذا الشيلي كاي وانا اتقارت اخويا عيت هنا قدرات ديتنا نبس دي شي حاشا اتخرج لي من قلبي غادي نتوقع لي شي حاشا عيت ما نكذبش علي بشي حد شي مخزيني وقا عندك الام ديك سيب دير الدور ديال الاب و ديال الام و ديال الاخت معهور كل شي كان نخدم عند الناس كان نخرج نسعة باش نجيب لهم مياك و باش نوفر لهم نحتاجوش كاي واخان نطلب الناس واخان نشوف الناس اللي تعاونني مهمة ينقصهم مطلب ديالي انني ما بغيش نصف طولعين أعطيك حكم انهم يكرفسهم انا بغيت ودخل الاصبيطة الرازي قريب لاما ويتعالج وقالت لك حقا اخاصك الفلوس انا ما عنديش انا امراض ضعيفة وما فعاليش ما نجيب لهم قد أكد اعطيه باش باش ميعوشين فريستة لفريالليلة وعاد التحاليل وعاد بساف ديالك ويج ما عنديش لا الله ما عندينا باش نعيش اخويا ما عنديش اسيدي باش نعيش ويجب ان يضربني حكم دابة حيث اش مربوط الحمدلله شوية حسينة بشوية الامان ولكن ديك ساعه باش باش كان مطلوق راه كان غيقة سنيانة كان جيلي انا ويجب ان يضرب لي بالتليفون باش الناس اصلا تخسر لي الميكرو باك يسمعونيش الناس مزيان وبذلك يتواج التليفون ديالي ضربي هذا مبقىش كي يخدم ماذا تطلب من الناس انظروا مشاهدنا الكرام اللي اخليكم ما الذي يعيط على هذه السيدة ويجب ان يتفل ويجب ان يفعل شيء خيب الله يرحم لكم الوالد انا شخصيا تأثرت شفت الوضعي ديال اخوها ماذا تستهدر بين دارهم انسان يعني يدرويشه وخارجها تتخدم قد لك تتسعى لأخوها تتوصل بها انها تطلب على أخوها بهذا المعنى تشخده في المين ويجب ان تتحركوا انها تتحركوا لكي لا يكون في الوضعية كاريتية الله يرحم لكم الوالدين والمشاهدين الله يخبركم اللي كان يتعاون السيدة لكي ان هذا الوليد يدخل المستشفى يتعالج ويرجع كل مكان ويهزع لهم قليلا فهذا شيء ايجابي انتمنوا انتمنوا انه يكون ارجوكم 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 ان لقيتم تعاونوا هذه السيدة عاونوها بالخير الله يجازكم بخير الله يرحم لكم الوالدين ولكن إذا كانت ستبنى معي يطوي ويقيد حق ويتفلوا لا داعي لا تزيدوش هم على هم لا تزيدوش مأساة على مأساة ويتفاق ويتفاق وانتمنوا تزيدوش ارجوكم مشاهدين لا تزيدوش انتمنوا ايه ما زالت قولها لكم ما سيطلها يعاونها القم يعاونها يدخلها تسيد المستشفى انا واحدة الوضعية كاريتية وضعية جد كاريتية تعاني منها وخاختي ما هي الرسالة اليوم؟ الرسالة المشكلة الرسالة لي ان الناس يعاون يدخل سبيطار انا بغيت الناس محسنين يدخل الناس وزير صحة يدخل بغيت مدير سبيطار يدخل بغيت جلالة المالك ينصروا يدخل لي يشافي بغيت 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 الناس يدخل محسنين باش نقدر انا ما عنديش سكنة انا كارية وكلشي الناس ما كيبغونيش حي تشاذي بغونيش حي تعاندي خويا مريض بغيت باش نوفر لي الدواء ما عنديش باش نشريلي يلا ماكلت ومشربهم اللي قضيت عليه رحتان ناس اللي فاش جابوني هنا فاش كنت نايم لوحي نحوي جيناية الناس اللي دوهم يحتل لكراولية واحد دويرة هنا صافي وما عنديش انا حول يحويجي في الزنقة لا حول يحويجي في الزنقة الناس مقبلاتنيش مقبلاتنيش واحد قولي الرقم دي الهاتف باش انه اللي يساعدك انا قطعا امشي مشكلة امشي 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 وضعيه واحد وضعيه جيد محارجة امشي باشي امشي باشي لتشافه البنية لا تنطق لا تنطق وفي هذا المنبر أنا أريد أن يتعاملوا معي ندخل على شيء جمعي لأنك لم تتعلموا شيئا لم تتعلموا شيئا تتعلم من خالها كنت تتعلم من خالها البنية شفها مرة بعدها دخلها في الخامس خمس سنين كيف تعلمت من خالها تتعلم ما تتعلم في ذرواله تتعلم خلية الدنيا و تتعلم بالتعلم و تتعلم لا يوجد و تتعلم تتعلم هنا تحقوق لنطقتها و يتعاوني على البنت أو لن أدخل مع البنت يعاوني على البنت لإتدام و عندما نتعلم سبيطار أبوات الجلد المانكي عاوني على البنية زمان تأيي نعالجها وشوقف على الرجلية وصافات شاهدنا الكرام وصلنا نهاية هذا البت المباشر نجمنوا على أن الرسالة توصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته